موسيقى يا عمي أنا ما بديش مسرح أنا بدي قاعة القاعات مشغولة كلها يا حبيبي مش قاعة محاضرات شفت هذه الردها اللي أمام المسرح بدي إشي زي هيك حط لي كراسي على الداير وبس موسيقى أنا ابنه أريحة مولود في أريحة عام 1955 أنا أصلا منك فرعانة قضاء يا فلي والد وتربيته في حارة البيادر وحارة البيادر حارة شعبية غنية بفنون الأداء الحقيقة هم لا يعرفون أنها فنون أداء غنية بأبو أمين وحسن وأبو زكر وأبو زكية أولئك الذين كانوا يحيون الأعراس والليالي الملاح والذين لا يعرفون برخت ولا يعرفون المسرح الفقير هؤلاء تعلمت منهم موسيقى بأم عيني هو عنوان الكتاب الذي ألفته المحامية التي كانت إسرائيلية فليتسيا لانجر فليتسيا لانجر أهمية هذا الكتاب أنها روت فيه مرافعاتها عن الفلسطينيين الذين كانوا يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية طبعا هي كسبت بعض القضايا خسرت كثير من القضايا ولكن تلك القضايا جعلتها تنحازن حيازا كاملا للفلسطينيين وحقهم وقد قامت في عام 1990 بالتخلي عن جنسياتها الإسرائيلية أنا اليوم راح أقدم لكم مسرحية عنوانها بأم عيني 1948 عندما زرت أرضنا التي احتلت عام 1948 أصبحت شاهدا وبالتالي عندما يقول الإنسان لك أنا شاهدت ذلك بأم عيني يصبح شاهدا وليس مشاهدا وأنا اتخذت من عنوان كتابها تعلة لأضع هذا المعنى أخي إن جرى في ثراها دمي وأطبقت فوق حصاها اليدا ففتش على أمة حرة أبت أن يمر عليها العداء هذول البتين من قصيدة فلسطين لعلي محمود طه وغلناها عبد الوهام أخي جاوز الظالمون المدى تقصدت أن أصل إلى أقصر المسافات للتوصيل والتواصل مع المتلقي من خلال إشراكه وتوريطه في مسألة العمل المسلحي بالطبع الأسلوب أصلا مستل من ذاكرة شخصية للمشخصات الفلسطينية اللي كانوا في الأحياء الشعبية يعني اللي بزرع شجرة في حوش بيته بيكون حرر محل الشجرة من الاحتلال واللي بيعلم أولاده اللهجي والأغاني الشعبية والدلعونة والبيجنة بيكون حرر عقولهم من الاحتلال واللي بقعد على شط البحر ساكت في نص الليل وبرمس النار في البحر وبيغني بينه وبين حاله هدي يا بحر هدي أولنا في لبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا هو عمل منحوط على مدى أشهر بانتقالات مدروسة بين أنواع الأداء فأنا مرة أتقمص ومرة أحكي عن ومرة أحكي عني ومرة أحكي عن طرف ثالث ومرة أنوب ومرة أفعل في نفس الوقت هذا أيضاً دايداً الحكاية الشعبية أنا غنام غنام نتاج لكل المفاعلات الثقافية الفلسطينية أنا نتاج غسان كنفاني نتاج محمود درويش نتاج سميح القاسم توفيق سياد إمي الحبيبي راشد ذحسين هؤلاء عندما يحضرون في نص اللي أو في عرض اللي إنما هي معززات وكأنك تذهب إلى أسانيد المعنى الذي تريد أن تذهب إليه رحنا على باتجاه حيفا في قصيدة لمحمود درويش بقول فيها وحيفا من هنا بدأت وأحمد سلم الكرمل وبسملة الندى والزعتر البلدي والمنزل لحنها مرسيل خليفة وبدوا يغنوا فيها بس أنا ما انتبهت للأغني كثير أنا صار فيه في راسي حوار سعيد سين من رواية عائد إلى حيفا اللي كتبها الشهيد غسان كنفاني بستوقفني الحنين بستوقفني الشوك بستوقفني أني أركب جناحين وأحلق من خلال مسرحية على مدن الوطن أني أعيشها وأعيش لحظاتها حتى لما وصل عكا سمعت صوت الميوج بداني سمعت صوت السنارة لما ارتمى بالمي سمعت صوت المراكب عشت المسرحية وكأني أعيش في عكا وفي الناصرة وفي حيفا نطط بنتي مرة ثانية قالت هي تشرب القهوة هون ولا تشربها في عكا يوهو أنا دوبني واصل الناصرة في عكا طبعا اطلعوا في بعض قالوا المحلات بتكون سكرة تتأخرنا قلت لهم بدي شلاك محلات فاتحة بدي أروح أطلع في البحر وروح انزلنا على عكا وإحنا عكا بالنسبة لنا إيش من سجن عكا هذا المسرح التفاعلي مسرح إيجابي جدا وإنه يكون فيه هناك نوع من الحوارية بين الممثل وبين الجمهور شيء عظيم وإنه الممثل يشرك الجمهور معه بالمسرح هي عبقرية مسرحية من قبل الممثل نفسه في إنه إشراك هذا الجمهور معه والتقاط نظرهم وحواسهم وسمعهم كلياته حتى مشاعرهم في العرض اللي بيقدم فيه لذلك انتوا شفتوا يعني في هذا ليش مسرح توا بعض الإخوان اللي كانوا قاعدين دموعهم نزلت لما دخلت بيت بنتي حسيت أني أنا داخل بيت أمي بالمناسبة أمي لها فضل كبير في تربية بناتي فخطرت في بالي أغنية فيروز في حكاية الإسوارة بيتك يا ست الختيارة بتذكرني ببات ستي يبقى ردح لي أشعارة والدنيا عم بتشتي يوكو فرشات وديوان عتق الباب وها الحطار دارك مثل دارة يا إيفا الختيارة عالت لي أنا ختيارة يا با قلت لها ختيارة صبيي بس قلبك قلب ختيارة دائما الأغاني والأمثال والعبارات التي يمكن أن أستند عليها في النص في العرض دائما تعزز متانة التقديم تعزز متانة الأداء تعزز متانة التواصل وبالتالي أنت تداعب ثقافة المتلقي لكن دون النزول في المستوى أنت ترتقي به وبثقافته لتجعلها ثقافة درامية ما أصعب أن تغادر وطنك طوعاً وأنت الذي هجرت منه قسراً أنا لا أصوغ عروضي ردة فعل على أحداث أنا رجل ألتزم بقضية الفلسطينية منذ زمن بعيد وبالتالي كل أعمالي لها علاقة بفلسطين وبأحداثها وبتاريخها من هنا عندما بدأت الأحداث كان بأم عيني كأنه ابن ساعته لأنه يتحدث عن النضال الفلسطيني اليومي وعن الحق الفلسطيني اليومي عبئوا طلقة الإجابة في مسدس السؤال وأطلقوها في أي اتجاه أردتم وشكراً لحضوركم بي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر